مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت أن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا سيؤدي إلى تفاقم أزمة النازحين السوريين فالمؤشرات الأولية تقول إن نحو خمسة ملايين وثلاثمائة ألف شخص في سوريا تضرروا من الزلزال ويحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة في مجال الإيواء المفوضية أشارت إلى أن محاولة الوصول إلى أولئك الأشخاص في غاية الصعوبة خاصة وأن هناك ستة ملايين وثمانمائة ألف شخص من النازحين داخليا في البلاد حتى قبل وقوع الزلزال النازحون من مناطقهم بسبب الزلزال تجاوزوا مائة وسبعين ألفا وفقا لمجموعة منسقي استجابة سوريا فيما تخطى عدد النازحين القاتلين في مراكز الإيواء نحو ستة وثلاثين ألفا في إدلب وريف حلب المساعدات الأممية ما زالت ضمن الحدود الدنيا وبلغ عددها خلال أسبوع واحد مائة وأربع عشرة شاحنة فقط تركز المفوضية حاليا على أنشطة إنقاذ الأرواح وأعلنت عن خطة تمتد من ثمانية إلى إثني عشر أسبوعا تستهدف دعم سبل العيش والخدمات الأساسية في المناطق المتضررة المفوضية قالت إن ما تمتلكه من مواد الإغاثة الأساسية غير الغذائية تبلغ ثلاثين ألف قطعة إضافة إلى عشرين ألف خيمة في حلب واللاذقية لكنها غير كافية مع تزايد عدد النازحين ترجمة نانسي قنقر